أينضم إلينا الآن عبر سكايب من الجزائر سيدة فيصل بوعروة الكاتب الصحفي سيد فيصل بداية أرحب بك يعني هناك اهتمام من قبل الحكومة الجزائرية بتقديم تسهيلات كبيرة للسائحين من جهة وللأفراد أو للأسر التي يعني ستعطي منازلها أو ستؤجرها للسائحين في محاولة منهم لدعم السياحة في هذه الفترة كيف ترى هذه القرارات الجديدة من ناحية والتعاون أيضا من قبل الأهالي من ناحية أخرى أولا أهلا بك وبأسدى المشاهدين هذه الخطوة خطوة إيجابية جاءت تتماشى وتستجيب لدعوات كثيرة كانت ربما أطلقتها وكلات السياحة والأصفار والمتعملين السياحيين هنا في الجزائر من بينهم وكلات خاصة تنشط في الصحراء هي وكلات عريقة تنشط أكثر من 40 أو 30 سنة طبعا اليوم هذه الوكلات باتت تستغيث في الفترة التي كانت ربما تشهد منطقة الساحل اضطرابات أمنية كبيرة طبعا السياحة في الجزائر كانت تتوفر على أنواع مختلفة وأنماط مختلفة من سياحة جبلية لسياحة صحراوية لسياحة قصورية سياحة في الواحات كذلك سياحة المحميات المصنفة في اليونيسكو ضمن التراث العالمي نحن نتحدث مثلا على منطقة تامنراست أو جانت التي تعتبر منطقة ربما محمية عالمية منصنفة في اليونيسكو هذه المنطقة كانت تستقطب عدد هام جدا من السياح مثلا في سنوات 2005 إلى 2010 كانت السياحة تستقطب حوالي ولاية واحدة فقط منطقة واحدة يا تامنراست حوالي 45 ألف سائح أجنبي بالنسبة للجزائر ككل السياحة الصحراوية في 2005 إلى 2010 كانت تستقطب حوالي 200 إلى 220 ألف سائح أجنبي وبعد 2010-2011 بعد تدهور الأوضاع في منطقة السحن ربما أغلقت الجزائر المواقع السياحية خوفا وتأمينا لسلامة السياح لأنهم كانوا مستهدفين وشاهدنا الكثير من السياح في مالي في ميجيريا في دول إفريقية تم اتخاذهم كرهائم وبالتالي الجزائر أغلقت الباب بغلق هذه المواقع السياحية اليوم هناك إرادة سياسية جديدة هناك حكومة جديدة في هذا السياق ما الدافع والأدوات التي تملكها الحكومة الجزائرية اليوم لإعادة فتح الباب للسياحة طبعا السياحة هو قطاع أفقي يستند على قطاعات أخرى مثل قطاعات النقل الأشغال العمومية المنشآت القاعدية الأمن الأمن متوفر في الجزائر الحمد لله ولا يوجد أي مشكل أمني حتى التعامل الأمني في الجزائر لديها خبرة كبيرة في التعامل مع مختلف التهديدات الأمنية اليوم لا توجد هذه التهديدات باعتبارا المنطقة هدأت وأن الجزائر كذلك تسيطر بشكل كبير على هذا الجانب الجانب السياحي في الصحراء ربما سنبدأ به الجزائر تعتمد على البداية من الصحراء لأن السياحة في الصحراء تختلف عن السياحة في المدن والسياحة الساحلية التي تعتمد كثيرا على الفنادق على الفنادق خمس نجوم على فنادق أربع نجوم على خدمات قوية جدا لا يمكن للجزائر أن تنافس فيها خاصة الجيران أو حتى مثلا مصر أو الدول الخليج التي تقدم خدمات راقية جدا ووصلت إلى مستوى عالي جدا من الخدمات وحتى من المنشآت اليوم الجزائر تنطلق طلاقة من الصحراء وهي نقطة قوية جدا لا تمتلكها دول كثيرة في العالم مثل تامنراست جانت محمية أهدار تيميمون مثلا تغردايا هي سبعة قصور في ولاية واحدة مبنية بطريقة عجيبة جدا وبالتالي كذلك السياحة القصورية في ولايات النعامة في بشار في تغيث هذه الأنواع السياحة المختلفة في سياحة الواحات مثلا هذه نقطة قوية أو نقطة قوة تنطلق منها الجزائر اليوم أولا هذه السياحة لا تعتمد كثيرا لا تحتاج إلى فنادق ضخمة لا تحتاج إلى الذين هم وفي هذا الشأن خصيصا أستاذ فيصل عفوا أستاذ فيصل في هذا الشأن خصيصا المبادرات الشبابية التي رأيناها والتي جاءت في شكل مقترحات أيضا قدمت للدولة من قبل شباب في استغلال الصحراء وإقامة خيم فيها للسائحين إلى أي مدى تأتي أهمية أيضا هذا الدور الذي تلعبه ربما المؤسسات الأهلية والشباب في دعم السياحة في هذا التوقيت منذ الحكومة الحالية أو أقول الرئيس عبد المجيد تبون بنى الدولة بشكل مختلف وأعطى شرعية أو حتى أنه اقترح في الدستور والحكوم اقترحت في الدستور أن العمل الجمعوي يكون دستوريا يوم العمل الجمعوي تعتمد عليه الدولة بشكل كبير لتطوير المشاريع ليكون مساهما أو الشباب والمجتمع المدني حتى يكون مساهما في التنمية الوطنية طبعا هؤلاء الشباب منخرطون في جمعيات منخرطون ضمن فعالية المجتمع المدني وبالتالي يمكنهم المساهمة عن طريق ربما إجراء بناء هذه الخيم بالتعامل مع وكالات سياحية معتمدة وبالتالي لما تكون هناك وكالات سياحية معتمدة لديها برنامج سياحي لديها منتوب سياحي واضح لديها كذلك ربما قائمة السياح الأجانب الذين سيدخلون الجزائر لديها كذلك البرنامج السياحي الذي سيقومه إذن هي عملية تكاملية لدعم السياحة في الجزائر في هذا التوقيت تحديدا سيد فيصل أبو عروى الكاتب الصحفي أشكر جزيلا شكرا على كل هذه المعلومات كنت معي مباشرة عبر سكايب من الجزائر ترجمة نانسي قنقر